مع دخول فصل الشتاء وهو طول الأمطار بكثرة في معظم الدول يزداد الخطر أثناء القيادة وتكثر حوادث السيارات نظرا لضعف الرؤية أو انزلاق إطارات السيارات وعدم القدرة على التحكم بها بشكل جيد فكيف يمكننا القيادة بشكل آمن أثناء المطر؟ بالمزيد ينضم إلينا من جدة بطل الرأيليات ومقدم برنامج دريفن على MBC Action سلطان حمدي أهلا بك سلطان صباح الخير صباح الخير يا سلطان ياهلا وسهلا وصباح الخير الله شاكلنا مقاعدين كل يوم من الصبح غصب طيب خليني أول شي أسألك التغير الموسم والطقس والأجواء دائما ما تخلي الإنسان هو حتى حالة نفسية في القيادة تتغير ماذا عن اللي احنا نسميه الغشيم اللي ما يعرف يسوق لا بالشوارع العادية بالصحة ولا بالمطر هذا شو الحل معاه مثل مهي طبعا لا تخلني في الموضوع عادل لو سمحت عندي رخصة هذا الحل معاه بصراحة أنه ينزل من السيارة ويخلي أحد ثاني يسوق بيقول الحل معاها صار اللقاء كله عني اليوم طبعا يعني استخدام السيارة بالشارع العام من غير وجود رخصة لسمية طبعا هذا شي خطر جدا وبيعرض نفسه بيعرض من معاه في السيارة وبيعرض كما معاه بالشارع إلى خطر كبير فأكيد ممنوع تماما قيادة السيارة ومغير رخصة لسمية جميل طيب سلطان إيش أهم الأشياء اللي المفروض الشخص يشيك عليها في السيارة أو يتأكد أنها سليمة في السيارة بالذات مع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار الأشياء الأساسية اللي الواحد بننصح بيها بصراحة للمستخدمين السيارات في فترة الشتاء أو فترة الأمطار والضباب كمان في نفس الوقت لأنه يستحب دائما الشتاء الضباب اللي بننصح بيه والأشياء الأساسية اللي بننصح بيها التأكيد والتشيك على الكفرات فيه لمت عالمي أو فيه حدود عالمية محطوطة للكفرات ولصلاحية الكفرات في الاستخدام في المطر في الأجواء الناشفة خلينا نقول بيمكن الواحد أنه يعدي أو يقدر يستخدم الكفر اللي ما يتم الاستهلاك فيه يوصل إلى 1.3 ملي ولكن في المطر أكثر من الثلاثة ملي أو بالأصح أقل من الثلاثة ملي يكون موجود كدبث أو كعمق في الخطوط حقية الكفرات هذا أنت بتبدأ أن تدخش في ناحية الخطر وما بيمدي للكفر أنه يطلع الموية من تحت السيارة ويخلي السيارة ثابتة على الأرض وهذا بيصير بيتسميه بالأكو بلينينج أو الطيران على وجه الموية فالسيارة بيتلغي الاحتكاك تمام وأنا بأنصح بعض الناس اللي ساكنين في مناطق فيها مطر بغزارة أنهم حتى في الفترات طويلة كمان أنهم يحولوا من الكفرات العادية أو كفرات الصيفية إلى كفرات شتوية هذا نحتاجه يا سلطان يعني إحنا نحتاجه لسناك شرق آسيا هناك كميات أمطار كبيرة ولسناك أوروبا هناك أيضا ثلج أو ثلوج متحرك صحيح الثلوج لها كفرات خاصة بها الأمطار لها كمان كفرات خاصة بها والكفرات الصيف خلينا نقول لها كفرات خاصة بها ولكن في الكفرات اللي هي اللي هي بتعتمد إليها بتضمن خلينا نقول كل الأجواء هذه ولكن في بعض الأماكن اللي بتلاقي فيها المطر مثلا ثلاثة شهور في السنة أو حتى لو شهرين في السنة بالذات إذا كان فيه تصريف نسبيا ضعيف بننصح بالكفرات هذه اللي هي الوت أو اللي هي الرين تيرز هذا ضبط معها السائق شلون؟ السائق ونصائح للسائق عشان أدينا يعني نصائح للسائق عشان يسوق بشكل آمن في طرقة الماطرة النصائح الأساسية اللي أنصح بها أنصح الأشياء بركوشنز أو الأشياء اللي هي خلينا نقول احتياطية تشيك المساحات تشيك أن الزجاج الأمامي ما عليه أي مودة زيتية على أساس يلسك فيه يلسك الغبرة فيها وبالتالي ما يقدر يشوف وجود الإضاءة بالطريقة الصحيحة موجود التراشر هذا سلطان يجب أن يتخذ إجراءات السلام ولكن نتحدث عن القيادة بمعنى أنه إذا كان هناك مطر غزير هل تنصح بأنه يستخدم البريك في كل الأحوال بريك اليد أم يعتمد مثلا إذا كانت السيارة موتوماتيك عادي مانوال يستخدم الجير في عملية التوقف لا الفرامل كان فرامل ليس فرامل اليد أو الإي بريك الفرامل اللي هي الفرامل المكابح اللي هي الرجل لنتم كرامة هذه الطريقة الصح والطريقة السليمة لإبطاء السيارة أو لوقوف السيارة استخدام الهاند بريك أو حتى استخدام الجير واللي اعتماد عليه هذا ما بيدي كبح الصحيح لتهدية السيارة أو لبطئة واللي أنصح به كمان في فترة الأمطار بالذات إذا كانت أمطار إذا كانت غزيرة أو قليلة وبالذات في بداية هطول المطر لأن المواية متما نزلت على الأسفل تبدأ تطلع المواد العضوية من الأسفل نفسه وبيصير الأسفل كأنه عليه طبقة زيت فبالتالي هذه الفترة هي أخطر فترة في سواقة السيارة في المطر بالتالي هذه النقطة أنا أنصح الجميع أنه يبدأ يهدي سرعة مش يشوف مطر يقول لك أوكي خلينا ألحق أوصل البيت بسرعة على أساس أنه الدنيا بدأت تمطر لا إهدى روج سوق بشويش لأنه هذه أخطر فترة أنت فيها وطبعا إذا كانت السرعة خلينا نقول المعتمدة مئة وعشرين كيلومتر في الساعة في الشارع المفروض ينزل إلى التمانين إلى السبعين أساسي قدر يعمل كنترول على السيارة جميل إن شاء الله هو وكل من معها طب بالنسبة للسيارة نفسها سلطان مثلا الإضاءة المساحات إيش الأشياء للمفروض الشخص يتأكد أنها سليمة مساحات السيارة جدا من الأشياء الأساسية اللي المفروض الواحد يهتم بها في دخول فترة الشتاء وحتى كما فترة الصيف وجود المواية تبعة المساحات لأنه إذا توسخ الإزاز لازم يرش على أساس ينظف المواية كمان من الأشياء الأساسية للإضاءة الفوغ لايت الإضاءة الخلفية الإضاءة الضباب كمان مهمة جدا لأنه كثير مننا بخلين نقول كيف ما يشوف الضباب عشان يكون كل ممكن الأسهل أي بالضبط فبحتاج الإضاءة أنه هو كمان يظهر لغيره في الشارع العام وينور الأنوار الضباب وينور الأنوار كاملة طبعا ما يمشي بالسهاري لا يحط الأنوار الأساسية على السيارة بس كلمتين إذا صادفني بركة مياه كيف أتعامل مع الموقف لأنه السيارة تختل إذا صادفتك أنا أنصى حكا تبعد عنه تماما ما قدرنا ولكن إذا صار إذا صار ودخلت فيها بتخلي الستيرين أو بتخلي الطارة ستريت أو بالخط المستقيم وتمسكها ما تريح يدك على يد تمسكها أغلبيت السيارات الآن عليها نظام التراكشن كنترول وعليها نظام الاس بي اللي هو أنظمة ثبات السيارات هي أوتوماتيك اللي بتبدأ أنها تبرمج نفسها وتبدأ أنها تعدل نفسها ولكن المعترف به أنه بتخلي يدك ستريت لا تكبس فرامل لا تنفجع ريلاكس كل عدي في البقعة حالية الموية وقتها إن شاء الله وإن شاء الله سالم طبعا إذا أخذنا الأشياء اللي هي الاحتياطية مثل الكفرات سلطان بمناسبة الحديث عن البرك إذا الشخص صادف بركة ودخلت الموية للسيارة أو جرفته الموية خلينا نقول شواني تصرى إيش الحال إذا دخلت الموية للسيارة إذا دخلت المكينة السيارة أو للمكينة إذا دخلت للمكينة اللي أنصح به ما يشغل السيارة أنصح بأنه يطفي السيارة في طريقة اللي أنا دائما أنصح بها أنه هو يحاول أنه يفك البواجي حق السيارة يدول السيارة يخرج كل الموية برها السيارة يعني يجع تاني يقفلها ويشغلها هذا هو الشيء اللي احتياطي إذا الموية دخلت جوه السيارة جوه منطقة الركاب جوه الباسنجر هذا أنا بأنصح أنه يفصل يفصل البطارية حق السيارة إلي ما يخرج السيارة بمكانها ينشفها وبعدين يرجعتان يوصل الكهرباء لها على أساس ما يتم خراب في أي أجهزة كهربانية معروفة عن السيارات إذا جرفتك المياه وإنت تقود السيارة كيف تتعامل معها إذا جرفتك أفتح الشباك وخريبها السيارة أفتح بجلدك أنه ما في أي كنترول وقتها بيكون هل أقاوم ولا ما أقاوم هذا اللي يقصد أنه قد يكون بعض المياه تجرفك بنوع ما نعم أنا خلي أكون واضح معك في الحالة هذه نحن نحاول أن نوجه السيارة للطريقة الأصلة ونحاول أن نوجه السيارة إلى المكان الأعلى على أساس نبعد عن الدبث حقها أو العمق حقها أيوه فنحاول نحن نبدأ لو وصلنا النقطة أنه خلاص السيارة صارت الأربع كفرات بالهواء والسيارة جالسة تروح وتيجي بس السيارة وكفت في مكان يمديك أنك أنت تخرج منها وطبعا سلامة الجميع وكل على الله ويروحي ما بعدك روح أيوه ونهرب ويسيبها يعني بالضبط الحديد يعوض ولكن الروح طبعا ما طبعا ما طبعا نحن متبرعي لك بمهة عشان تاخذها وياك رالي وعاد كيف هذا أنا اللي ههرب من السيارة شكرا جزي لك سلطان حمدي بطل الراليات ومقدم برنامج دريفن على الان بيسي أكشن كماناديو